واعلموا عافان الله وإياكم أن عقوبة التعدي على الأعراض سفكاً وحشاً وعقراً ونهشاً أمر ترتعد له الفرائص وترتع له القلائص عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أغفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم أخرجه أبو داود في سننه فاللهم سلم سلم أمة الإسلام والحق الحقيق على كل مسلم ومسلمة أن إذا سمع مستطيلاً في عرض أخيه ينال منه أو يفريه أرشده ونصحه ونهاه وأخذه إلى نهايع الإنصاف وهداه وحذره من التخرصات والأباطيل والقال والقيل التي تجر إلى الويلات والتحاسد ولا تعقب إلا المهالك والمفاسد يقول عليه الصلاة والسلام من ذب عن عرض أخيه كان له حجاباً من النار أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه وفي رواية ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة